افتتحت الكنيسة الكلدانية لقاء الشبيبة في كاتدرائية ماريوسف ببغداد بمشاركة 450 شاباً وشابة من مختلف الأبرشيات الكلدانية في العراق ووجه البطرياركو الكلداني رفايل ساكو كلمة عبر فيها عن تعاطفه مع الشباب لما يعانونه من صعوبات وتحديات لافتاً إلى أن الشباب في الكنيسة هم أشخاص لهم كرامتهم ومواهبهم وفكرهم مشدداً غبطته على ضرورة إلمام الشباب بالثقافة العامة والمجتمعية التي تساعدهم للعمل مع الشباب الآخرين وخاصة المسلمين عبر الحوار من أجل ترسيخ مبادئ الأخوة والتنوع والعيش المشترك وتعزيز السلام والاستقرار